السلام عليكم نحن الآن نتواجد على قناة المعرض الدولي للبناء في الدورة 18 ولنا الشرف أننا نستدفع سيد مصطفى العبسي رئيس جمعية تدامن لكهربائي مرحبا بك مرحبا واستدام شكرا للمزيلا ولنا الشرف تحنا كجمعية تدامن لكهربائي تمارا أننا نكون داخل هذا الصرح العظيم لتحتضن مدينة الجديدة الصراحة هذه المشاركة الأولى المعرض عرفنا بالجمعية ديالك جمعية تدامن لكهربائي تمارا تأسيت في 2015 كانت تتخدم محليا دات إقليميا شوية شات جيويا وعندنا علاقة مع جميع الكهربائيين الصعيد الوطني الحمد لله كانت لها الشرف أنها حضرات مجموعة ديالأنشيطة وطنية كانت من بين الناس أو من بين الجمعيات اللي شاركت في واحد القانون لمنظم مجال الكهرباء لذا بقى حاليا هو فروفه في الوزارة الوصية نعم بالنسبة لمشاركة ديالكم في هذا المعرض ممكن تقولنا شنو يسأل علاش شنو استباب لي خليكم جيو تشاركوا في هذا المعرض أول حاجة دائما تنشكروا لإدارة المعرض مشاركة ديالنا كانت فعالة أننا كنا واحد صلة وصل مع مجموعة من الشركات لأنك باش تكون داخل واحد المعرض اللي فيه شركات عملاقة وخصا يعني تيحضر ليه معظم الشركات في المغرب فرا ما شي سهل كنا احنا تلحوا لهذا البادرة بشينا لإدارة المعرض استقبلونا خدينا أننا واحد لاكوتي أنك تكون في جانب مجموعة من الشركات اللي عملاقة يعني هذا ما شي سهل خدينا بزاف الأفكار طلقينا مع شركات اللي سنشغلوا معهم جوعدنا يعني كهربائيين من جميع ربوع المملكة أخدينا واحد يعني قدرنا واحد صلة الوصل باش نعرفوا بالانشطة دينا بالجمعية وهذا هو المراد من هاد يعني من هاد المعرض بالنسبة للجمعية واش تتوفر على شباب على نساء واش عندكم نساء معاكم صحيح معنا جهود يعني كهربائيات كهربائيات تشغلوا في الميدان عندهم ديجة لديبلوم دائما معنا في الأنشطة دينا الحمد لله والإشارة هما من الناس أو من الأخوات المندبيطات يعني في الجمعية هذه تقريبا ما يقارب خمس سنوات هما معنا دابا لو بغيت تقول واحد نداء ولا بغيت توجهش كلمة لجميع الكهربائيين والكهربائيات بالمغرب شنو يمكن تقول لهم النقطة الأولى حاليا تنقول لهم مرحبا بهم في المعرض الدولي البناء المدينة الجديدة عندهم واحد البيت ديالهم في الدار ديال المعرض فالش تتلقى أن البيت يعني راه ديالك تتلقى كهربائيين معاك في نص صنف بغيناهم أنهم يحضروا معنا نتعرفوا عليهم أكثر نتبادلوا الخبرات كان الجديد كان شركات هنا الحمد لله كان في مجال الطاقة السمسية في مجال لادومونتيك في مجموعة ديال المجالات هذه المجالات اللي الدولة تتشتغل في هذا الإطار فيهم يعني ما بغيناهم أن يفوتوا هاد الفرصة لأن تجي مرة في العام باش على الأقل يحضروا ويعرفوا الجديد أدول يعني الهدف تنشكرك على تلبية الدعوة وتنقولوا بأن كاميرا البرنامج غادي تنزل للرواق باش تلاقى مع كهربائيين وكهربائيات وتنقول لكم بأن المعرض ما زل فاتح الأبواب ديالو حتى اليوم الأحد 27 نوانبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر